آخر جزء معايا في حلقة الترند النهاردة وخبر كان موجود في ترند الآلي بخصوص علي معلول المصر الرياضي بيقوله خلاف بين الآلي وعلي معلول بسبب 500 ألف دولار هذا الكلام عاري تماما من الصحة ما فيش أي خلاف بين علي معلول والآلي في هذا الرقم 500 ألف دولار غير هذا الرقم غير صحيح وما فيش خلاف على مسألة الفلوس بالعكس علي معلول شارع الآلي بشكل جيد جدا علي معلول عايز يكمل مع النادي الآلي الاختلاف على القيمة المالية أقل من كده بكتير وما تصدقوش أي رقم بيتقال أن علي معلول عايز يجدد وبيتكلم وطالب مليون وخمسمائة ألف دولار ومليون وسبعمائة ألف دولار كلام ده عاري تماما من الصحة الأرقام أقل من كده والأرقام أقل من كده بشوية كمان والخلاف على نقطة بسيطة جدا خلال أيام هيتم الاتفاق عليها كمان المدة لا يقعد فيها علي معلول لسه باقي سنة في عقد علي معلول وكمان هيتم التجديد سنتين فعلي معلول إن شاء الله هيكون مستمر مع النادي الأهلي لثلاث سنوات قادمة بدءا من الموسم القادم علي معلول عايز الأهلي وشاري الأهلي والقصة مش قصة فلوس إطلاقا في الختام بشكر حضركم بالتأكيد على حصن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقة أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء